جولة صحفية جديدة مع أبرز ما طلعتنا به الصحف المحلية العربية والعالمية الصدرة صباح اليوم أهلا بكم نبدأ هذه الجولة بصحيفة الأخبار ونطالع منها قمة مصرية روسية ناجحة في سوتي السيسي وبوتين يوقعان اتفاق الشراكة الشاملة السيسي تعزيز تبادل المعلومات لمواجهة تنقل الإرهابيين بوتين ناقشنا التعاون العسكري واهتمام خاص بالثقافة والعلاقات الإنسانية عودة الرحلات الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة قريبا احتفالات ومكافآت بعد صعود المنتخب إلى نهائيات إفريقيا من جانبها كتبت صحيفة الجمهورية السيسي في مؤتمر صحفي عالمي مع بوتين في سوتي الضبع النووية نقلة نوعية في التعاون بين مصر وروسيا المنطقة الصناعية الروسية نقطة تحول من التبادل التجاري إلى التصنيع التعليم معايير جديدة لاختيار الموجهين وتقنين أوضاع المعلمين وزير التموين مواجهة التلاعب بالأسعار والتصدي للاحتكار وضبط منظومة الخبز ومن صحيفة الأهرام نطالع مصر وابنك الاستثمار الأوروبي واقعان اتفاقا لدعم البنية التحتية الأساسية 400 مليون يورو لحل مشكلة مصرف كتشنر لتحسين صحة 11 مليون مواطن خلال ثلاثة اجتماعات لرئيس الوزراء توفيق أوضاع 120 كنيسة ومبنى واستكمال اشتراطات الحماية المدنية بحضور عدد من الوزراء والسفراء ملتقى السلام العالمي ينطلق اليوم من سانت كاترين من صحيفة الشروق نطالع السيسي يصل إلى القاهرة عائدا من روسيا رئيس الهيئة الوطنية للصحافة زيارات السيسي الخارجية هدفها توفير مظلة سياسية للمشروعات الاقتصادية وزير البترول 23 مليار وربع المليار جنيه فاتورة دعم المواد البترولية في الربع الأول من العام المالي الحالي الإسكان 44 ألف عقار معرض للانهيار في أي لحظة أما صحيفة اليوم السابع فجاءت أبرز عنوينها كالتالي الحكومة تبدأ تطبيق نظام النقل الذكي بالطرق السريعة بداية 2019 اليوم سماع مرافعة الدفاع في محاكمة بديع و12 آخرين بأحداث مكتب الإرشاد اليوم استكمال مرافعة الدفاع في محاكمة خلية تفجير أبراج الضغط العالي الأرصاد تقص اليوم معتدل على السواحل الشمالية والعظمى في القاهرة 28 درجة ونطالع من صحيفة الجمهورية مقالا تحت عنوان مصر وروسيا مصالح مشتركة واحترام متبادل يقول فيه الكاتب في كل يوم جديد تخطو مصر نحو المستقبل الأفضل لشعبنا العظيم فقد تمكنت مصر من تحقيق إنجازات هائلة وإقامة مشروعات قومية عملاقة من أجل تحقيق التنمية والتقدم ورفع مستوى معيشة المواطن والارتقاء بالخدمات التي يحصل عليها ومن أجل تحقيق هذه الأهداف الوطنية النابيلة قام الرئيس السيسي بجهود دبلوماسية وسياسية واسعة لتعزيز علاقات مصر بمختلف دول العالم ومن هذا المنطلق تاتي أهمية زيارة الرئيس إلى روسيا ومباحثات القمة مع الرئيس الروسي ولا شك أن اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي التي وقعها الزعيمان تفتح آفاقا واسعة للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات نتحول إلى أبرز ما جاء بالصحف العربية والبداية من الحياء اللندنية ديمستورا يمهل دمشق وحلفائها مهلة أخيرة لإنجاز لجنة الدستور حماس تدين إطلاق صواريخ على إسرائيل وإسرائيل تشن عشرين غارة على غزة ميشيل عون ووزير الخارجية العراقي لتعزيز العلاقات بين البلدين إلى صحيفة الشرق الأوسط التي كتبت بوتين والسيسي داشنان مرحلة جديدة من العلاقات عبر الشراكة الاستراتيجية واتفاق على خطوات عملية لعودة السياحة الحكومة اليمنية تدعو لتجريم زراعة الألغام في مناطق المدنيين وتحرير مناطق عدة في تعز توقعات بإعلان الحكومة اللبنانية بداية الأسبوع المقبل نطالع من صحيفة السياسة الكويتية ديمستورا يزور دمشق قريبا وواشنطن تؤكد إخراج إيران وروسيا من سوريا على قائمة أولوياتنا نبيه بر لبنان نموذج للتعايش والدولة المدنية خلاصنا دونالد ترامب نحن بحاجة إلى السعودية ولا يمكننا أن نستغني عنها أما صحيفة الخليج الإماراتية فقالت في عنوينها النظام السوري يمنع عودة المهاجرين إلى مناطق كانت خاضعة للمعارضة السعودية تستنكر استمرار الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية إعلان الحكومة اللبنانية ينتظر الاتفاق على توزيع الحقائب عشرون غارة إسرائيلية على غزة ومصر تتدخل وتنجح في وقف التصعيد من أبرز عنوين صحيفة الدستور الأردنية سوريا الإفراج عن مختطفات السويداء خلال ساعات مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية اليوم والاستخبارات الإسترالية تحذر من نقل السفارة للقدس الجيش اليمني حاصر باقم بصعدة وسط مقتل عشرات الحوثيين العراق إحالة معصوم والمالك والعلاوي والنجيف إلى التقاعد في مقال لها رصدت صحيفة القدس الفلسطينية الأوضاع المعيشية المأساوية في قطاع غزة على الأصعيدة السياسية والاقتصادية كافة وكتبت مقالا بعنوان لا للتصعيد في غزة وقالت الوضع في غزة يستدعي تجنب أي تصعيد أولا وأخيرا والتمسك بالمسيرات الشعبية السلمية والأهم من ذلك استعادة الوحدة الوطنية ويأمل الجميع أن تتجاوب الأطراف كلها مع مبادرة القوى الوطنية والإسلامية لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام البغيض والمدمر ومن يتقاعس في المصالحة يكون مسؤولا أمام شعبه والتاريخ فهل تعي الأطراف كافة الدرس ويبدأون في تحقيق مصالحة حقيقية للخروج من دوامة التشرذم والانقسام الذي يعد أكبر خدمة للاحتلال الصهيوني وأطماعه التوسعية نتحول إلى الصحف العالمية ونقرأ من صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تصاعد حدة التوتر مع قيام الطائرات الإسرائيلية بقصف أهداف في غزة استقالة وزير بالحكومة الهندية مع اتساب حركة مي تو الهندية المزيد من القوى دائنوا فينزويلا الأجانب يطالبونها بسداد الديون عن طريق بيع أكبر شركاتها النفطية صحيفة التايمز البريطانية جاءت أبرز عنوينها كالتالي مي تعترف بأن بريطانيا قد تحتاج إلى البقاء مرتبطة بالقواعد والقوانين الأوروبية لمدة عام آخر بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حركة طالبان الأفغانية تحضر تعليم الفتيات وتضع مناهج متشددة جديدة في مدارس المنطقة التي تسيطر عليها شمال أفغانستان ومن صحيفة لوموند الفرنسية نطالع البريكزيت قمة سريعة وطريق مسدود ووعد بالمفاوضات على الرغم من النوايا الطيبة التي أبدتها تريزامي إلا أنها لم تحل العديد من المشاكل مثل مشكلة أيرلندا الشمالية استقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا أربع سنوات من الجهود لستافان ديمستورا لم تسمح بدفع التسوية السياسية للنزاع إلى الصحف الإسرائيلية ونقرأ من صحيفة جيرزولون بوست نتانياهو يؤكد إسرائيل ستتعامل بكل قوة مع حماس والمحكمة الجنائية الدولية تصدر تحذيرا شديدا لهجة من جرائم حرب محتملة في غزة مبعوثة واشنطن في الأمم المتحدة تؤكد فلسطين لم تعد دولة على الإطلاق نتابع قراءتنا من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية التي كتبت الولايات المتحدة تتطلع لتوقيع اتفاقيات تجارة ثنائية مع دول آسيوية مثل فيتنام في محاولة للضغط على الصين طالب مسلح يردي 19 شخصا ويتسبب في إصابة العشرات داخل أحد المعاهد التقنية بشبه جزيرة القرن إلى هنا مشاهدين وصلنا إلى ختام جولتنا في أهم عنوين الصحافة المحلية والعربية والعالمية الصديرة صباح اليوم شكرا للمتابعة وإلى اللقاء